إن شاء الله بكرة في مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مباراة بوركينا وإلى حضر المدرب أمير عبدالعي محمد دلاهي نشوف المؤتمر ونرجع نكمل كلامنا الضغط لا كما قلت إنها ستكون منافسة نريد الفوز بمباراتنا الأولى سنواجه منافسين ذو جودة عالية وستكون مسألة التفضيل نسبية سيتعين علينا أن نكون منضبطين وعلينا أن نفعل ذلك نتحكم في انفعالاتنا لأنه ستكون هناك انفعالات وضغوطات إنها المباراة الأولى وستكون صعبة على الجميع لأنه ستكون مقالية لأنه ستكون مقالية لأستفعالاتنا الأولى إن لم يكن لأننا مستحفل حلاً على هذا الرجال لن تحقق التعليقات بالبطولة وًأخ ICE تحقق التعليقات نحن رؤية الناس في صغيرها ونوزنا عملك ابن صانع مع المشارسة لنا واليوسط من الخارجة وضع المساعدة وسلونا جمعاً ونوزنا من الصغير ونوزنا جزءها ونوزنا على المساعدة ونوزنا على المطلوب لنوزنا على المساعدة سوى بقرأة م opposing منتخب الموريتاني قبل مواجهة بوركينا فلسف نسمعها ونرجع نكمل كلام أتوقع مباراة صعبة لكن سيتعين علينا فرض أسلوبنا والطرق على أبوابهم نعرف الموريتانيين جيدا إنهم قادرون على التسبب في مشاكل لأي فريق يواجهونه لكن نستعدينا لذلك لذا فقد انتهى الأمر بالنسبة لنا نحاول تحقيق الفوز نحن نعلم أهمية المباراة الأولى ونتوقع مواجهة صعبة لكننا مستعدون جيدا نحن جاهزون ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا نحن مستعدون بشكل جيد والفريق منظم بشكل جيد أعتقد أن أيام التحضير في دبي مرت بشكل جيد للغاية لم أكن هناك ولكن كان لدي اتصال يومي مع المجموعة عندما انضممت إلى المجموعة وجدت ديناميكية جيدة الفريق يتمتع بمستوى مميز وأعتقد أننا سنبدأ المنافسة بشكل جيد نحن نحترم الجميع لكننا لسنا خائفين من أي شخص أو أي فريق نحن قادمون إلى هنا لمحاولة إعادة الكأس إلى الوطن لن أختار أي فريق آخر كمفضل بالنسبة لي بالنسبة لي نحن هنا الفريق المفضل لقد جئنا إلى هنا للفوز طيب تقول لي بقى تصريحات بوركينة مهمة أو لي أصلاً هنهتم مبارات بوركينة وموريتانيا بكرة أقولك إوعى تنسى أن بوركينة فاسو هو المنافس الأساسي والرئيس المنتخب مصر في تصريحات كاس العالم خلاني نفرج على بوركينة ونعرف ما ده كويت عشان هو منتخب قوي جداً خلاني نشوف إن شاء الله يعني خير